شدد وزير الداخلية نهد المشنوق على ضرورة العمل لتخفيف الأعباء الإنسانية الباهظة الثمن التي يتحملها المجتمع المضيف في أرسال منذ بداية الحرب في سوريا المشنوق وخلال لقائه وفدا من المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكد أنه على تواصل دائم مع جميع المعنيين في الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية والهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية من أجل توفير كل السبل لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الطبية والإنسانية لهم نفسه التقى المشنوق رئيس بعثة اللجنة الدولية للصديب الأحمر في لبنان كريستوف مارتن الذي قدم للوزير عرضا للخطط التي أعدتها البعثة من أجل تقديم المساعدات الطبية العاجلة للمدنيين في منطقة أرسال على صعيد آخر ترأس المشنوق الاجتماع الدوري لمجموعة العمل في الوزارة المخصصة لتحضير الانتخابات النيابية المقبلة حيث جرى عرض مساري الاستعدادات اللوجستية والإدارية والتقنية